والزمركلي أعزك الله لص خيول عاش في شمال الشام في الأعوام المئة الأولى من الحروب الصليبية ويبدو حسب الوصف الذي أورده له الأمير مؤيد الدولة أبو المغفر أسامة بن منقذ الكناني الشيزري في كتاب الاعتبار أنه كان في ثلاثينيات القرن الثاني عشر شيخا كبيرا يعاني من عاهة في إحدى أديه وكان يسرق من عسكر المسلمين وعسكر الفرنجة في يوم واحد وكان يقول أنا أول اليوم لص وآخره مجاهد ويروي أسامة بن منقذ عنز ماركلي مشهدين في المشهد الأول يروي بن منقذ لقاءه الوحيد وجها لوجه بالرجل كان بن منقذ خرج في فرسان بلده شيزر وهي مدينة صغيرة في شمال سوريا قريبة من حما وأنطاكيا يحكمها عمه ليحميها من سرية فرنجية كانت قد خيمت بالقرب منها وفي الطريق رأى بن منقذ ومعه فارس آخر يدعى حسام الدولة شيخا عاريا إلا من ملبس يشبه العباءة مختبئا في كرم عنب فقال له حسام الدولة يا شيخ أي شيء تعملها هنا فقال الشيخ أنتظر الظلام وأسترزق الله تعالى من خيل هؤلاء فقال حسام الدولة يا شيخ أبي أسنانك تقطعهم عن خيلهم؟ يعني الفرنجة قال الشيخ لا بل بهذه السكين وجذب سكينا من وسطه مشدودة بخيط كأنها شعلة من النار كما يروي بن منقذ ويكمل بن منقذ القصة فيقول أصبحت من بكرة ركبت أنتظر ما يكون من الإفرنج وإذا الشيخ ذلك جالس في طريقي على حجر والدم على ساقه وقدمه وقد جمد قلت يهنئك السلامة أي شيء عملت؟ قال الشيخ أخذت منهم حصانا وترسا ورمحا ولحقني راجل وأنا خارج من عسكرهم طعنني نفذ القنطارية أي الحربة في فخذي وسبقت بالحصان والترس والرمح قال ابن منقذ والشيخ مستقل بالطعنة التي فيه كأنها في سواه وهذا الرجل يقال له الزمركل من شياطين اللصوص أما المشهد الثاني فينقله ابن منقذ في نفس الكتاب عن رجل يدعى شومان من جنود إمارة دمشق يقول شومان نزل عسكر الفرنج على شيزر فخرجت أدور بهم لعلي أسرق حصانا منهم فلما أجن الظلام مشيت إلى طوالة الخيل يعني استبل الخيل وإذا هذا يقصد الزمركل جالس أمامي فقال لي إلى أين؟ قلت أخذ حصانا من هذه الطوالة قال وأنا من العشاء أنظرها حتى تأخذ أنت الحصان والله ما أدعك تأخذ شيئا قال شومان فلم أنتفت له ويممت إلى الطوالة فقام وصاحبي على صوته وفقري وخيبة تعبي وسهري وصيح حتى خرج علينا الإفرنج فأما هو فطار وأما أنا فطردوني حتى رميت نفسي في النهر وما ظننت أني أسلم منهم انتهى كلام ابن منقذ عن شومان عن الزمركل أما أنا فأزعم أن الزمركل حالة عامة تلخصنا هذه الأيام بطل في لحظة ولص في أخرى إن البشر القادرين على جمال وجلال عظيمين في لحظة ما من لحظات التاريخ قادرون على عكسها في لحظة تالية وإن القوة لا توجد إلا في خيال الضعيف والحاكم لا يوجد إلا في خيال المحكوم فإن آمن الناس بأنفسهم فإنهم يصيرون أبطالاً وإن يأسوا وقال عكس لقد كان شومان المذكور هذا من عسكر معين الدين أنر وكان معين الدين خذل الأمة كلها حين تحالف وهو أمير دمشق مع الفرنجة ضد عماد الدين وابنه نور الدين زنكي أمراء حلب وربما لهذا لم يعتبره الزمركل مجاهداً وفضحاً ودعوني أختم بقصة أخيرة من كتاب أسامة بن منقذ هاجم الفرنج صديقهم الأمير معين الدين لأن المهادنة غير جاهز للقتال فهو لقمة سائغة لهم ولما لم يكن لدى معين الدين جيش كبير خرج أهل دمشق كلهم يدافعون عنها ويروي بن منقذ قصة شيخين كبيرين ضعيفي البصر من الفقهاء المجاورين في دمشق خرجا مع الناس للقتال الأول هو يوسف الفندلاوي من المغرب وعبد الرحمن الحلحولي من الخليل هو الثاني وقف بالنبابيت خارج أسوار البلد وأمامهم عسكر الفرنج الضخم فمر عليهم معين الدين وقال للفندلاوي أنت شيخ كبير أدخل البلد ونحن نكفيك فقال له قد بعت واشترى مني يقصد الآية الكريمة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ولأن الفقيهين ضعيفا البصر سأل الخليلي الفلسطيني منهما صاحبه المغربي ليتأكد أما هؤلاء الروم أمامنا؟ قال بلى قال فإلى متى نحن وقوف؟ قال سر على اسم الله تعالى ثم هجم الشيخان على الجيش الإفرنجي الكبير بنبوتين المهم في هذه القصة هو أن أهل البلد انتصروا على الفرنج وانهزمت الحملة الصليبية الثانية هزمها غير الجنود وغير المقاتلين هزمها أهل البلد العاديون صحيح أن الفقيهين استشهداء لكن الأمل كان قد ظهر في الناس مجددا وأكاد أجزم أن الزمركل كان مع الناس وكان بطلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر